تحل الذكرى الخامسة لسقوط صنعاء واجتياحها من قبل ميليشيا الحوثي في الوقت الذي تعيش فيه البلد أجواء انقلاب آخر بات يهدد الشرعية بالتلاشي والبلد بالتفكك الحكاية بدأت بالشكل الذي يعرفه كل اليمنيين تدخلت السعودية تحت لافتة استعادة الشرعية اليمنية ومواجهة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران جالبة معها دولا حليفة أبرزها الإمارات وبعد مرور أكثر من أربع سنوات لم تتمكن الشرعية والتحالف من تحقيق أي من تلك الأهداف بل ذهب الأمر في طريق أسوأ رأت الدولتان انقلابا آخر في عدن في مشهد لا يختلف كثيرا عن سيناريو صنعاء وأدواته بعد أن عملت طوال أربعة أعوام على إفشال الحكومة وتقويض نفوذ الدولة الشرعية في بقية المناطق المحررة اليمن بين انقلابين وشرعية دون عاصمة هذا هو عنوان المرحلة التي تمر بها البلاد أشية الذكرى الخامسة لانقلاب ميليشيا الحوثي بعد أن تآمرت الرياض وأبوظبي على الدولة اليمنية سرا في صنعاء وعلانية في عدن أمام هذا المشهد المعقد تخوض الحكومة الشرعية معارك هامشية بعد أن أصبحت خارج معادلة الفعل السياسي والعسكري وخارج حسابات الفاعلين الإقليمين والدوليين الأعداء منهم والأصدقاء عبد الرب منصور الرئيس الشرعي والمعترف به دوليا يبدو كأنه آخر المهتمين بشأن البلد تتسرب البلاد من بين يديه بينما يكتفي هو بالصمت أو شكر بعض دول التحالف التي لا تزال تؤكد أنها تدعمه ولو بالبيانات يضيق الخناق على الشرعية يوما بعد آخر وتتلاشى خيارات اليمنيين مع تلاشي جغرافيا دولتهم وتخبط قواهم السياسية فيما تستمر دول التحالف في بناء قوتها داخل المجال اليمني سعيا لتثبيت أطماعها ولتبقى الشرعية مجرد لافتة تبرر سلوك هذه الدولة أو تلك حضيت شرعية هادي بدعم شعبي واسع واتخذ الإسناد الشعبي أشكالا مدنية وعسكرية سياسية وثورية طمح اليمنيون من خلالها إلى تجاوز أزمات البلد والخروج إلى فضاء جديد وفرته ثورة الحادي عشر من فبراير إلا أن خمس سنوات من الحرب دون أفق باتت تلقي بضلال كثيفة من الشك وانعدام الثقة بين سلطة هادي والشعب وهو ما يجعل المستقبل القريب مفتوحا على خيارات صعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر